خليني أروح معاكم سريعا جدا لبعض النقاط المرتبطة بالأهلي أيضا وهي بوبو بوبو النهاردة القصة واضحة أنها بتتعرقل من جديد الأهلي رافض فكرة المغالاة وشايف أن الأرقام اللي بدأت تعلى وتعلى لحد ما وصلت لخمسين مليون لانضمام بوبو من فيوتشر للأهلي أمر صعب جدا وبالتالي القصة بتتجه دلوقتي لاستبعاد بوبو من حسابات النادي الأحمر الأهلي أبلغ اللاعب أن فيه صعوبة في إتمام الصفقة على فكرة بيرامدز حاطت اللاعب بقوة في حساباته ممكن نقول أنه بنسبة كبيرة بوبو في بيرامدز إذا تنازل عنه فيوتشر ليه؟ لأن بيرامدز عنده الرغبة في أن ينفق من أجل ضم هذا اللاعب في الوقت اللي كولر بيرحب زي ما قلت لكم مبارح بإعارة قندوسي إذا حصل على عرض مناسب النادي الأهلي لضم اللاعب الجزائري علشان يأي جناح لأنه برضو بالنسبة له ده أجنبي وبالتالي اللاعب اللي ما بيقدم لكش أفضل حاجة أو أعلى حاجة ممكن تعوضه بواحد يقدم لك إضافة فنية أكتر هيتجه إليه مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بينما على مستوى ملف التجديدات فمحمد هاني محمد شريف محمد عبد المنعم الأهلي هيتحرك بعد أيام قليلة من التحرك تجاه محمد مجدي أبشا علشان يبدأ معهم ملف التجديدات محمد عبد المنعم مثلا ده لسه عقده بيخلص 2025 لكن الأهلي عايز يمدد تعاقد اللاعب للحفاظ عليه في ظل أن في عروض كتيرة بتوصل لللاعب وفي ظل حتى رغبة عند اللاعب في أنه يجرب تجربة الاحتراف وبالتالي الأهلي هيحاول أنه يكفؤوا أو يحافظ عليه من الناحية المادية يقدروا وفي نفس الوقت يحافظ عليه وإذا يعني قرر الأهلي أنه خلاص يقبل العروض هيبقى ساعتها عنده قدرة على أنه يجني أعلى استفادة مادية ممكنة نفس القصة بالنسبة بقى لمحمد هاني ومحمد شريف لسه الموسم اللي جاي بينتهي إنما الأهلي عايز يجدد معاهم أو يمدد معاهم التعاقد تعالوا نسيب الأهلي